اشتركوا في القناة حسني باش يستفيد من حاجة ترجي اليوم حسن غربي اللي هي العدد الاجانب اللي كان مقيد بهم الفريق في البطولة وهذا يمكن اللي خلينا باش نشوفه كوناتي واهولوه في وسط الميدان بتاع ترجي سيد خيبيان وهذا كان ينتظر جمهور الترجي كما قلت بالبداية خاصة الامال والات معلقة في وسط الميدان بالنظر الى المشاكل اللي صارت هي في كوناتي ان شاء الله كوناتي لانه عنده كملاعبي عنده الميزة انه ما لاعب وسط ولكن ما يلعبش بالعرض هذيك الاخي يلعب بالقدام وعندوك لتنسيل فير القدام ويمشي ويخلق الثغارات ان شاء الله الامال اليوم بش نكتشفه كوناتي يعني مدال اضافة متاع وهي اضافة مبدئين حاصلة وخاصة الجنوب افريقي إلياس مكونا بصراحة لابد انه اليوم جاتوا فرصة بش يكون اساسي منذ البداية في مقابلة كما اتفقنا جميعا يعني كل الظروف وكل الاجواة مشجعة على التألق والنجاح بالاضافة الى مسألة النجاح رودريغو رودريغو رودريغيز مطالب اليوم باعتبار التراجي بش تخلق فرصة اكيد الاشكال اللي نفهم اشكال في التراجي هو ربما ما حكيش نعني برشة هو ثاني هو تخلق برشة فرصة التراجي في الفترة اللي حتى في نعصم البطولة لكن على مستوى التجسيم فم ضحف كبير النحي والغياب اللي هو متاع رودريغو رودريغيز والانتداب اللي طارحه محل استفاهمه متاع يوسف العبداللي اللي اتيحت له عديد الفرص في الماتش الاخير مثلا في البطولة ضد بنجردين المدرب بعضها كيتررب يوسف البليلي وكيتررب بسرس معناه يدخل منعبها في سطل الميدان كيما كنتيه الا الدربالي في الوقت اللي اللي عبداللي على البنك معناه هنا نقطة استفهم معناه وانتحاشتك بالفوز هو ايجا نقول لك بش نكون واضحين هو لويسف العبداللي حتى مع المدرب ميقيل كردوز وراو عطا اخذيه برشة اخذيه فرص اخذيه زوز مقابلات اكثر لعب كاساسي ولكن بصارح بدأ اساسي او الموسم بدأ اساسي او الموسم ولكن صفر اضافة اخي حسني هذيك الاشكال وين وفي التاراجي مكتعرف وكما جمعية كبار صحي علش نحن دي ما نتوى نحن باتين قونا في جماعة في الملعبية اليوغلط دي ما نقاهم موجودين اساسيين روهم المفروض في الجمعيات وكما التاراجي مثلا حكونا مع التاراجي اليوم وكما قلت انتي لموذة لموذة اي 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 لموذة واللي تاني بش نحن يعني يعني تعرفش نوه استاذ يعني نعتي المجال الليعب انه يغلط وانا مكاني مضمون بالضبط تحت ميظلة وتحت الشابون بتاع الطويل المنضرب يحميني والهيئة تحميني املا. لي 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 مش هك mine. فقط لننة ننهي سينمونجي. وبالتالي اي اليوم كما قلت بتي من البداية فهمة اي امرب 무� Diseف ahimani اليوم يستفعب دين. نرجع للمقابلة معي اليوم انك انتي ك richIGHون الري 다양한 النجاة العالية وخطة وجوم التاراجي كل ايFlow من اجل التهديف لانه بش تخلق فرص واليع dovث ي mogą تضعب الطاقة وممط insulted خاصة فيي بداية مقابلة املا ما تطعبش لايد الامور على على رؤى EC عليك وتولي ضغطك السلبي مع الجمهور مع كل شيء وبالتالي اليوم فرصة سويا للعمل لعبية اللي نحن غلطوا في البطولة وإن شاء الله اليوم يظهروا بوجه أفضل وخاصة قيمة الانتدابات متاع التارجي اللاعبين الجانب باعتبارهم تارجي مقبل في فترة انتدابات شتوية وخاصة عندك فترة في جواني حالتها الفيفا قبل كأس العالم باش تعرف انت مالك وما عليك شوف تارجي مدام وصلت كأس العالم اليوم مطالب انك تصرف وانك مطالب انك جيبة ملعبية من أعلى تيراز لانك اليوم وصلت البالي بجمش تتنزل عليها وعهد بجمش تمشي في كأس العالم بتلعب مع الباييرن والريال خاصة نحص نفا مفلوس مهمة داخلها من كأس العالم خاصة انه 18 مليون دولار 20 مليون دولار 18 و20 مليون أورو ستتدير في 70 80 مليار لكن لحد الان فما حد شي رسمي يغل من نظر على الفلوس هذير لانه الفلوس متاع الفيفا هي جزء انت تجم انت اليوم مصلت انت هي الكورت تقدم هي آلية من آلية الاستثمار انت اليوم كوصلت كأس العالم لانديا هذا ادار التراجي نرمال ما تعرفه انك انت تستثمر على مستوى الاستشهار وانك تجيب فلوس لانه الفيزيبيليتين متاعك موجودة لانه كي بمتاعك التراجي اليوم في كأس العالم وليت بروديو فوندابل انت تعرف على مستوى سبونسوريك كيفاش تجيب بصرف النظر او بالاضافة الى المكافئة متاع الفيفا وبالتالي الفلوس اذا ما تكون موجودة وهي موجودة وتوجيكة مش موجودة توا لابد من انتدابات من اعلى اتراك حتى يشرف التراجي كورت قدم التونسية والعربية والافريقية في كأس العالم في امريكا يوسف العبدالي متاع الاتحاد المنستيري متاع اكتو المعاليش غادر الاتحاد المنستيري حتى في اليتوال بعد جاء في اليتوال وكان افضل اذا كان انتدابه في التراجي التونسي كان هناك مستوى ما هو الذي ساير في مخل ملاعبي هو كفدوز واصر علي رغم ان يختار عليها سامي خريل لكن اختار يوسف العبدالي ايه خاطر الى اممم يوسف العبدالي انا قتلك انا حبيت يوسف العبدالي كان يلاع في الاتحاد المنستيري يشتون مشكلة كمالي في السابدالي ايه خاطر المنستيري في مخل ملاعبي انت اليوم تلع في فريق اسمه التراجي اليتوالسي يجب ان تفعل ايه في التران وخارج التران تخلي تحذيراتك زادة اندفيدوال تكون الاثور بالكالتين اللي عندك الان دو تلان عنده ما هو اللي سارة لو علم انت تحكي على كونتية كونتية الدرجة النجم قولوا فكدتو من فردربريم ستة شهر وميتابعوا فيها ما تجمش تراجد فكم لعبي من فردربريم لا 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 عنده ستة شهر افر من فردربريم بالعلاقات تع تراجي ولي سار جيبوه اليوم شعمل معاك اردوز وابدرامان كونتي حد شي حتى في التحذيرات حد شي دونك ديجولوالانمام لعبي حب علي البندس لغة انديمير كلوب لفردربريم ونعرفو وتجيبوه تراجي التونسي وانتي التصرف كاكردوزو مع الملاعبة ذايا خلتي الملاعبة دايا معتاشا لكن اليوم بيش عامل عليه تراجي ريدي التونسي تشوف الملاعبة ذايا باي انا باش نربط ونتفعلو وملخص كي ما اقولوا نحن تلافهم بعضهم في موضوع برك باي بالنسبة للملاعبية كي ما قال اخي المونجي كونتي ولا عبدالي ديما البروفيل متعلم ليعبي نجي ما يمشيش ما يمشيش مع افكار وشي ما بتاع انترونر وابش نقول لك عليش عامنا شوفنا الاسبرانس او الليك الجي هدف المتوقعة من شكون من يانساس رودريغيز مريح وطوقاي في البالاريتي دونك الاسبرانس كي تتفرج في الرابور تتفرج تلقى الاسبرانس يبشي مركي رودريغيز يا يانساس بعد وبعد الاخرين بالاريتي الاسبرانس عم نقول تلعب يستنى الادفرسير ويلعب في البروفوندور وفي الظهر ومستغل الكونيكشن القوية بين يانساس ورودريغيز مركة في البليوف للجمعيات في البليوف الكل مركة لهم بنفس الكاليتية ونفس الطريقة يستنى الادفرسير اول ما تتفك الكرة تتلعب يا سويتشينج يا بروفوندور في ظهر اليزاكسيو وإلا رودريغيز يتيح سيبور ويعمل استاساس ويانساس ياخد الاسباس هذي تعاودت برشة مرات في البليوف ومركة للجمعيات الكل ملكلوب لتوال سي اس 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 ومركة بها السانداون زاليورو تور وقع روحو فيناليس شامبيونز ليك طوى فكر جديد جاي يشوفو يقول لك ليه الاسبرانس وهذي اللي تقلت في البلاتوهات التراجيه مايش من تقاليدها تلعب الدفاع وتلعب الرياكسيون وتلعب في الترانزيسيون ودنك بداتك اللغه هذيك تتسربه شصار لهنا التراجيه هنا في مرحلة انتقالية فنية مرحلة انتقالية فنية شنوه بش تراجيه مطالب يصنع لعب برا جيب ديزيليه رابيد يدخلو الانتريور يدخلو الهالف سبيس ويدخلو الالاتاقان ويبشي ويحلو الاسباس ويطلب ويبن ليليني برا جيب اتقال عبدالله هو ينجم يكون استاسيان وممطان بروفندير لكن الهنا ينجم ماينجحش الملعب التراجيه في فترة انتقالية فنية الملعبية ما مايكون نسمة متاعه وما مايكون فالور متاعه ينجم ينجح ينجم ماينجحش نفس الشي بالنسبة الكوناتين انا اسألت سيكامير اسألت حسني على الاجانب متشوفش مع تحت الحلو قوس صغير ولا متخلف قانون الاجانب في تونس السياسيات عندها اجانب الافريقيا عندها برشة اجانب ويبدو لي بش تزيد اجانب ما تشوفش مقاية تراجعوها القانون هذه على الاجانب في تونس ويجا نقولك كي تشوف تطاور كرة القدم العالمية تقول لي سيفري ما عندها يلزم نراجعوه ومن شي اخرى ما عندها زادة الدعاة للحد من الاجانب يقولك مش تقضي على المادة الخامة التونسية ما عندها لجان اي نقولتك بل نعطيك مفين نعاود نقوله كي نحن الاجانب خرجنا الاجانب في قيمة شوكري وعاد طوقة وبوبكر الزيتوني ما خرجناش اثبت الفشل المتاعه القانون هذه انت خليت تونسي ذا كان عنده موهبة خليه نفس الاجانب يواري انه وخير منه معناه هو اللوجيكة ذي صحيح ومعناتها اذا كان بش نحكي بش نحكيه بش نمشيه لكن زادة لهنا ثم المعطيات المالي تضحيح صرتو يقول لك اذا بش نحل الباب معانتها على مصر عايه معانتها كارثة كبيرة بش تكون على المستوى المالي واللي هي دجال بطولة تعكز والمالية العمومية والمالية التونسية تعكز لذلك ما نجمش برشة حاجات يدخلوا في الطرح برشة حاجات قاعدين يؤثروا واعتقد انه معانتها انا رأيي الخاصة القانون الجانب مهوش في البرميليو بش نعالجوا به الكورة ونسي ثم برشة حاجات اهم نعالجوا ساعة ونوفروا اللي اخرى ما تلغيش هذي معاناها لا يا ماماوش سيبا بريمورديال خليني ساعة نوفر انا نبدأ بالانفرستركتور وبالقوانين كبال كان جماعة واحدة بش تستفيد هي الترجل لكن اليوم ليتوال عندها اجانب الكريب عندها اجانب السياسيس عندها اجانب يحكم هنا واحد يجيب جوار كنفيرمي ومعروف وواحد يجيب جوار دز تخطف وبرشة رغم السناب العكس المتلوي وجرجيس اجانبه اجانب اجانبين اي سليمين عندها سيابي عندها فما اجانب محتملين السناب البطول وشابيبت العمران ما عندهش اجانب وحده تعطيبه اديه كبير برافو على الاناليس اخويا ماتر كاميل بن خيل اما راو اخويا حسني ثم حاجة مهمة برشة راو الانتداب الشتوي راو سي سي بلي تري كومبليكي الصعب انتداب هو انتداب الشتوي اذا كان بشتلقى جوارة سواء وشماش سواء غالين برشة سواء عنده معناه ما هوش ملاعبي ملاعبي عادي هذا اللي يخلي ما ينجمشي خدمك راو علاش سيب لي علاش في الشتاء خطر في الشتاء تحب تلعب على التيتر ولا على الكوب ولا على الشامبينس ليك ولا تحب تلعب على تفادي نزول اليوم الطريقة اللي ماشي بها شبابة العمران طريقة ممتازة وممتازة جدا لأول مرة تبدأ في البرمير ديفيزيون وتعمل الطريقة ذي أنا جسوي كونونكو اللي الفريقة ذاي بشيخ الزوز ولا ثلاثة اجانب في الفترة الشتوية بشيخ ذوي بشيخ هذا شكتلك حاجة خار قلعد علاش اللي تلعبها اللي طلعوا معه لطفي القادر يوم منتا مانا يا بوحوش قاعد يخدم في خدمة ممتازة جدا وهيك النتائج وين موجودة لك بش نحكيه على جوليبا لكن اقبل هذا بشخص الحصن شوف نحن عنا واقع شخص الواقع متاعنا عنا واقع احتراف هاجين هاجين بيتم معنى الكلمة جمعية متاعنا يعني تعيش في وضعيات هذيك عليش قطلك يلزم قوانين ونحن ننتظر حتى كإعلام رياضي وكمتبعين قانون هيكل الرياضية قبل كل شيء لانه قبل هون هيكل هو بش عتيك انه جمعية تبدل واحدة متاحها وتولي تعمل لعلاك لانه توا جمعية متاعنا يعني احتراف بالفم يعني بالكلام اما على مستوى للفعلي فميش احتراف وكلها مرتبطة بشخص رئيس النادي او شخص مستشهر نحلو الموضوع في الوقت وذيه خاصة ما قرب الاسمبلية كيف كيف الجاي هو بلايلي دون خالات اللي ينجم ينجم لكن اليوم هدي فرصة زادة اللي بش يخد مكان ينصاص بش يدار قدام جامهير يبش تكون تبارك الله أجواء ممتازة ممتازة جدا ينجم يكون معناها حاجة يفو ميو ميلعبش ينصاص ترانة بورسان ولا كرانة بورسان دو سي موين اذي كان ينجم يلعب في مكان واحد جوار اخر ينجم يلعب اصان بورسان دو سي موين لكن اليوم رو حكاية الملعبية اللي قاعدة ننتدبوا بها في تونس رو بعد ساعات يلزم نخموا بارشة بارشة نحط يونيكيب معناها اللي هي بش تنتدب لمصلحة الفريق مش لمصلحة الاشخاص رو بعد ساعات وشوفنا اشتو اللي صار في النجم الريسيحلي وعلمت علي انا خمسة سنين التالي قلت لهم رو بوركان وزلزال شوف النجم الريسيحلي اليوم بالاغلاط اللي اتعاملت مع ابن عيادة مع كونتي براسك على مليار صلى مليار من حفوظ اشوفوا انت اليوم في قطر قاعدين يجنسوا في ملاعبية وانسا منهم عالي سعودي دونك اليوم يلزمنا انضوات تور فوار عنا تبار كلا رجعوا الكناس ما حكيناش في شي هدايا رأوا الكناس يزي ما ترجع زادا وأن الكناس ناس عنا محمي ومحمد من طراز عالي يزينا من المتاس في نفس الوقت رأوا توني رجعوا الموضوع ذايا في وقته رأوا عليك القوانين رأوا جزي ما تتغير والقوانين مهمش ناس اللي بش سير جامعة خدث ما ناس اللي توا قاعدة تقدم في رواحة بش سير الجامعة مهمش هما بش يعطيونا درس اللي جورجي يلزمنا نحكيه على الناس هذوما اللي 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 مهمش بش يكونوا بش يفيدوا الكورة التونسية في في كل الميدين ايه وهذا يا لمصلحة تونس لا نحن انا اظهر لي سوي لك نرجع لسوي لك سيمون جيرا و تصلوا على يا نساس يمشي يمشي للبعيد شوف انا نعتقد انه اليوم في غياب ساس فما مسؤوليته هو ميلك ربما يشترني في الرأي و اختلف معايا انه فما كوناتي وصيف فتقاء اليوم رابش يتحملوا مسؤولية كبيرة برشة على مستوى صنع اللعب وحاول تخلق الثغرات حسيمتقاء حسيمتقاء سمحني والامداد نحو خط هجوم التارجي سواء على مستوى الاجنحة او على مستوى قلب الهجوم بالاضافة الى انه الخصائص الفنية بتاع بليلي يخليه يخرج وكذا وبالتالي اليوم باش نشوفوا المستوى الحقيقي ومطالبين الزوز الملعبية هذوما خاصة كوناتي وحسيمتقاء انهم يتحملوا مسؤوليتهم ويوريوا يعني حقيقة مكانيتهم في ظل هل المشاكل هذية متاع المستوى الفنية اللي عيشت تارجيلي تونسي باي مالك بالقاضي حظرنا الحاجات على فريق جوليبا ما نعفوش بورشة عنده مدة غايب على المسابقات الافريقية اول حاجة باش نحكيوه على رسم التكتيكي يا مالك باي خلنعتيك فكرة اولية على جوليبا باش نباع ندخلوا ديريكت في الرسم التكتيكي جوليبا المالي هذ بوتولة موسم الفارت وفيت البوتولة من الفين و اه قلت من الفين من الماي من الماي العب خسر الكوب كوتر الملعب المالي من الماي بلاش عدش بوتولة مالي هكا؟ وحليش عندك فكرة عليش هذ الكل؟ ادي كاي البوتولة في مالي لعبو 30 متش 30 متش وفيو في ماي خمسة شهر مرتاحين بريسك اخر ماي موسم الامتار عنده مع الجوان وبعد لعبوا الكوب خسروا كوتر الملعب المالي ومعنده الجمعتين نظوم اللعب السوبر رباح دو زيرو كيفاشوصل للبول؟ العب كونتر ريد ستار الافريقية الوسطى عمل زيرو زيرو على الاكستريار وادوميسيل مجاتش جمعية ذاية ومبعد امشي العب الكاراتوغولي انا زيرو اسكو ديكار الهنية انا زيرو والاكستريار انا زيرو الاناليزم تاعي نحبة تفيدليكو جو المتعة كما غير من كلاشي حتى الجماعية ولا حتى ملعب انا انا ادوميسيل انا زيرو الاكستريار انا زيرو الهنية يفهم نقطة قبل ما نحكيو عن رسم التكتيكي كيتش تركز في البونتويت بتاع جولي بالمالي حاجة غريبة شوية بالحق ملاحظة بالنسبة الاحسائيات بتاع الهداف كيتشوف في الجرافيق تقريب بعد الثمانين دقيقة الناس كم اعكرم في الجرافيق بالضبط تقريب الهداف الكل بعد الثمانين دقيقة يمكن في سبعة اثمانية مقابلات يا يامر المتادة يا يعدل يا يجيب الفيكتوار تروا بوان براسك من الثمانين سبعة وسبعين وانتي طارع نجم فاسلو فايق قوي بدانيا بدانيا نجم يكون قوي اما نحكيو بدانيا وقتا نحكي على بطولة مالي ونحكي حتى في السوبر ملعب المالي مركة فبراتيكمو بعد الثمانين ودوزيرو هز السوبر متاعو كوتر كارا كيف كيف لكن هنا تجو لي بالمالي معروفة الماليين الكثيرية ديما يمشيو الشيما متاع الكاتر واترواة لكن الكاتر واترواة كيما تشوفوا في الفوتو الكاتر واترواة اللي تستعملها نعرف ونحنا في الكورة موديرن لزيليا يكونوا عكساقهم القواش يكون مليمين ودرواتيه ويمشيو اكثر الانتريور ويمشيو بروفوندور لكن قبل كانت لا لاز كل دعاق وزوية الزاوية دي وقتها يلعب عليه سان نعم تبدلت ذهل من ميسي رونالدو تبدلت شوية الفكرة تبدلت خاطر واترواة اكثر لعب بروفوندور بشيو اكثر الاسباس للاريارات بحكم تاوى الارياردرواليرجوش يعطيوها الابرتي اكثر اوفنسيف واترواة كيفية تفرغلوا الاسباس يزم يكونوا ديزيليا يدخلوا الالترير يدخلوا الهالف سبيس الهالف سبيس بشيو يخلي الاسباس للاريارات ويهنا تصير سوى الوفرلود تلعب الكاتر واترواة الكلاسيك بحكم ليزيليا الدرواتية على يمين والجواشي على يمين ويستعملوا برشا درواتية على يمين والجواشي على يسا اليزيليا تلقاهم الهناه درواتية ولهناه غواشي مش كما تلتو الكورة مديرن العكس بالعكس ويستعملوا برشا واختر ملاعبي عندهم هو نوف اللي كان محترف في فرنسا في الليج 2 اذا هي هيا تجولي بالمالي لكن تجي تقارن بالتراجي فرق كبير معتها كقيمة تسويقية كبالماريس كاستوريك تراجي اقوى برشا بسراحة تجولي باك كان تعمل سوربريز يمكن متاع ديفونسيف تجم تعمل سوربريز مثلا اكزامل 00 كانت تراجي مليح القدام ورئيسية ما حضرتش لكن اكثر من هكا ما نتصورش اكثر من هكا نتصور التراجي في طريق مفتوح ان شاء ما هي الاليات الهجومية الاليات الهجومية كما نشوفه في الاكسيون 1 كما احكيت لك يمشيوش برشا البرفوندير يمشيو اكثر يمشيو اكثر يمشيو اكثر يصير زيادة العددية ديما يعملوا الكروس وديما نلقاه يا مليو تيران كسوى سنتراج من اليمين يدخل البرفوندير يمشيو اكثر وممتان هنا نشوفه زيادة العددية بتاع المليو تيران اللي يستعملوا برشا لتير معناتها الدوزيان بالحضرين برشا على الدوزيان بال كما قال اخوية المونجي يزادة لزاكسيون متاحهم التوال الزوز 1.8 و 1.89 في الديوال يريان ينجموا يقلقوا شوي يصيرتوه نعرفوا رودريغيز مالقريد طوله لو تباركاله ميوش جواره تجمش تخدم عليه استاسيان لكن هنا الاسبرانس نتصور كلمات انجليزية بلاش فلوس اليوم حسب حسب الاسمات وتنجم تخلق التراجير بيانسير لكن اليوم راو ترجري دي تونسي ميزمش تلع برشا والنبو الجولاتيرال عليش بعد ساعات يلعبوا الجولاتيرال ستن بعض الفرق بعد ساعات الخطر مال المهاجمين معطوهمش الحلول بشي العبو لا بروفوندير ويعطيوا لزاكسيون معناه يوريك اللي اليوم تريبيتير راو ترجري دي تونسي حذيري من الفريق راو جولي باتو تشوف الي اليوم كتلعب انت لجولاتيرال كتتتفكلك كورة سورو ناكسيون كونتر إليميناسيون ديركت متاع المليو التيران كله راو هدا يلي خليل ترجري دي تونسي ستن من الجزئيات هدو ما بشي عطيهم قيمة كبيرة برشا في نفس الوقت راول الملاعبية اليوم يلزم المهاجمين يلقاوا الحلول يلزم الظاهير الايمن اللي بشي يطلع وهذه فرصة ليهم الزوز بن حميدة وبوشنيبة بشي حاولوا يرجعوا حب الجمهور لهم وهذه فرصة وسهلة برشا راو في نفس الوقت لانه بشي يعرفوا اللي ترجري دي تونسي رايد ديما اي فريق يحمل ملاعبية متاعه لكن جوليبا اليوم راو اليوم جوليبا انا ديما نعطيقين اكثر الفرق التونسي اكثر من الفرق اي مهم نعرفوا منافسة لكن اليوم المنافسة اليوم اللي تريبيترد شنو البرفورمانس اللي تنجم تعتها والترجري دي تونسي انت اذا كان الجوليبا كما قال الانترنير قالك بش ناخدوا نستنىوا شوية من الليقول البرفور الانتنسيون يعطي كسا اذا كان اليوم انت كترجري دي تونسي اليوم تيو انبوز اللعب انتاك وليكاليتين تاك اوتوماتيك ما بش يدخل الشك في الفريق جوليبا ويسوفي بش تمركي هدف في اقرب وقت بش تتغير الخطة التكتيكين تاع فريق جوليبا اللي عمل عليها قبل المباراة هذي بش تكون نقطة قوة لكن اليوم روسي اندفيدويل يلزم الترجري تونسي يعرف كشي كامل الهجمة يلزم يعطيه حلول للمليو دي تيران والمليو دي تيران يبدأ عنده حلول معناها برابور وزا تكون رأيت ولي المأمورية سهلة برشا سورتو برجوع جماهير للفيراج والكل بش تكون اجواء ممتازة وممتاز جدا اليوم الملعبية ماندهمش اكسكوز باش ما خرجوا لك مبارك هو على سبيل فضلك كنت نوري الحسني قال لزاك المعنت هاللي في اللاكس طويلة كي ما قايد المنتخب انتاحهم انتعمالية اي ماشا الله باي حسني حتى الحكم بات فيه تلعب لو عالدفون تاعو تلعب لو عالدفون تاعو تلعب لو عالدفون تاعو هذا يرقد متوش للتوش عندهم بروبلم كي نشوف البونتوات اللي قبلهم جوليبا في الشامبيونال بارح ركزت بالحق ليلة كاملة ركز عندهم مشكلة وقت اللي يبدو في الانيماسيون متاحهم ولا في الورجانيزازيون افونسيف بالتباعة بشي يعملوا متاحهم ويمشي وقت القدام لانه اول ما اتفك الكورة في الترانزيسيون والجو ديريكت يرقاوا بروبلم في الابوي بحكم التول متاحهم في السبرينت في الفيتس ديما فاما ما فاماش كومينيكاسيون باي زاكسيو ديما ترقاهم عندهم مشكلة في الليني وذي نتصور ليس تصير اليوم برشا مرات ديما في الباس بروفوندير نرقاوا ديما فاما ديسي كيليبر في الإزاكسيو كي يعتمدوا خطرتهم اتكماو ليس يعتمدوا الليني حكم بشي عبطوا كي ما نحن في الانيماسيون متاحهم دونك هذي نتصور التراجي بشي استغلل حسن النقطة متاع انو الفريق عنده برشا مع الانيقس كومبيتسيون تتصورها في صالح التراجي والفريق مرتاح معناه والبعيد على كومبيتسيون اللي يتقلقوه يجب يكون هو شوف اولا زاعة المصدر من المبدأ العام حكاية ميلك على الجوليباء ثم شوف من فماش فريق يوصل لدور مجموعات كاسرة في الفريقيا وهو فريق لا تريق مفتوح ولا توروت فريق محترم جدا ولابد من التعامل معه بمنتهى الجدين فماشي كيب توصل لدور مجموعات وهي متواضعة تقول لي شوف على مستوى الجوليباء البير حكاية المدرب حكاية قال لهو شوف منطق سيمنجي انو انا باش ننتظر ونحاول في البداية المقابلة ونحاول انطوع او نبدل الرسمة بتكتيك متاع حسب يظهر التاراجي رادي تونسي لانو التاراجي كما حكينا نحنا في فترة انتقال فني حسب ما بين الشاي اللي كنا معه مع ميكيل كاردوزو هو طبيعي جدا انو في رادس باش ينتظر تاراجي شوف كيفاش تاراجي تلعب باش هو في العثناء ملاوين خدمة المدرب هاي لك المدرب مش قاعد في البنك كيكا لا تصاور لي مو باش يتحرك هو يخدم ويحل فلوسه ويعطي الاضافة المنشودة وبالتالي باش ينتظر فم الصعوبات على مستوى هو بشي يكون حذر المشكلة في التاراجي رادي تونسي كيما بين سنة الفارتا او حتى سنة البطولة انو الفريق اللي يلعب لك في الدفاع ويعملك من كيمياش وحبت يهبط البلوك متى وتقى في مشكلة انتي مع انو الظاهرين مهمش احسن مستويهم مع انو حتى على مستوى الكورة العالية مكش فمتشو ليه تاراجي حتى مع يعني المدرب اللي اللي يمشي مع البرتوغالي يعني تخلقت في 14 كورنير ومخالفه اما بما حتى شي حتى على مستوى الخدمة في الكورات الثابتة مفيش خدمة كبيرة وبالتالي يعني قلت لك التاراجي هو مطالب اليوم ان يلقى الحلول ويزم الكون اليوم يظهروا فلتات عدش انا وحكيت على حسين وحكيت على كوناتي وحكيت على موكونا يلزم اليوم في الجو هذاك اللي بشتقاه فيه مقابلة باحتبارها اجواء مختلفة على البطولة رادس دينياليل تقس ملعم خمسة ثلاثة متفرج فماش تقول لي ملعب ذهنية انا ملعب ذهنية بجيب له عيادة ذهنية بش يلعب موش قبل كيميناتك لا يعني ما بسراحة ملعب بجيب له عذر يلقى ملعب 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 بجيب له عذر مفماني انا والله اني بدا ناس ان اسمع في بلزماليه في البلاتويت حكيه اشنا هو ذهنية ما فماش هماذ udah ذهنية شنا هو ملعب هيكو في ستين واتمائة مليون تقول لي ذهنية ما فماش ذهنية فام ملعب يقوم بتدورهron ولا تنتدب وقل لي والله انت اذاب شنا هو انت اذاب فاشل لا هنا 60 مليون خطروا في ذهنه 62 لا بالحق بعد ساعات نقوله في كلم نحن نحن مش كملاحظين ولا كمحلين نبروا ولكن بصراحة نقعدوا يعني نتعاجبوا شنوها كيفيش مقابل كماليوم تستحق اليوم تحفيز في الجو متعردس و35 متفرج ورجع لك الفيراج ودني يقول وبالتالي بصراحة سقف الطموحات عالي جدا وطراجه اليوم يكون في مستوى ذلك كثقف ويجسد يعني بصراحة انتظارات متع جمهورة متعو بشوف هذية مقابلات رايب تتعب على الجزئيات هو المدرب قال احنا جاهزين سمعتوا انا في البرح في الكونفيرانس قال احنا جاهزين وحاضرين هم 35 نجموا كونه 40 وال45 لكن حذري من المدرب راوي نجمي فاجة الترجلية تونسي باللزاكسيون بالدوميناء معناها البرسينك من الدقائق الأولى حذري 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 يقول في كلام اللي ماهوش يتبقوا يقال لك مش نقعدوا نستنى والتراجل هذا خطر ماهوش ولا يلي معناها الاسبريانسة حذري من الروماني محبش يقول ينجم راوي يفاجأك كيفاش قريطة تصريحات المدرب انتي عليش حكيتها النقطة متع حذرين بانسور يجب مقول حذري ملا بش يقول راو مورنا متعجبش تعليق كيفاش قريطو معناهم فهمتكشا خاطر عمل تعليق على النقطة متحقها الحذري لا لا معانتها كيحكينا خاطر معانتها موافق وتو تلمو على حكاية تذية الملعبية يقولك تحذير ذهني ما وحدك تماش كي تدوب المعانت مهم دول المدرب لا مهم بش يحط تكتيك الرسم مواحد اما انتي كملاعب يخويا بش تحط دم قلبك يا راجل يا مكش راجل معانتها نحكي كورة فهمتها بشير هو تفعلا لحكاية البربراتور مونتال انا معاك في برشا حاجات بتباع خطر تبادلت شوية الكورة نحنا عنا مشكلة في الملاعبية التونسي روانا عمناول حتى كيتسئلت برشا قلت ان البوست الوحيدة يزيم هجيبها الاسبرانس هي بريباراتور مونتال شوف التى الاسبرانس الديفات اللي عملتهم ولا ماتسارتش الكاليفيكاسيون بحكم يعمل رزلطات بوزيتيف البرا في الاكسترير يجيل هنا يخسر التيتر متاعه ولا يليمينيه من ما يتعداش كيمة كونتر ستيف كيمة كونتر اكزامبل الاهلي كيمة كونتر من عرش شانا برشا جمعيات صارت ظروف التارج عليش بريباراتور مونتال نعرف الملاعبية تونسيرا وفرجيل صورته يحس روحه اقوى من الادفرسير وعمر زرو 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 الانا البررا ثم تكمو يهبتوا يعمرو لاشمو وحتى ليكيب ناسيونال زادا صارتنا الملاعبية في ليكيب ناسيونال حتى كيمتيحوا معا النفوه قل منه ديما نتفاشقوا بالنشربرزي وقلوا شنوه شنوه السبب لك نازي ايه زمه بريباراتور مونتال فرمتال يجيني ملاعبية يحكي ليها كانت الرضوان ولمره نمشيوا فاصل بطن كامل الأخير من حسدنا قبل هيدا مفكركم بسوانداج على اللايف ستريمينج في تشانيل يوتوب شنوه توقعك مقابل ترجي اليوم مع جولي بافا وصحة التاوة 58 بالمئة تعاد الـ 25 بالمئة وهزيمة 27 بالمئة فاصل وبعد نكرام القيد مواضيع حسدنا